سمكاية مقلية وسمكاية مشوية على طبق واحد وهنا بقى الشو لما يلعب دور مهمة اوي في النظر اليه الله يا سلام بص تعالى 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 اهي مشوية بالزبدة على الجرل استكوزة وهجيب احلى سمكاية معمولة سنجاري بالخلطة والصوص المميز بتاعنا بص سمكة اهديات اه الناجر الحر يعين على الجمال والروعة هنحط الاستكوزة وجنبي منهم شوية جنبالي كده حلوين هنحط فوق الاستكوزة جنبالي واللي بدخن ده بالمناسبة فلا بيه وعايز اقول لحضراتكم اذكروا الله وصلاة لحبيب النبي ولازم نفرق ما بين الطريقة اللي بتنزل من الالف الى الياء وما بين الفيديو اللي بيبقى شو احنا هنا بنعمل شو تصويري اكلات حلوة مناظر جميلة وبنتكلم عنها ولما نقول هننزل الطريقة قريب يبقى اللي مشتركش معانا في القناة يشترك عشان يشوف الفيديوهات الجديدة اما حبيبنا اللي بتابعونا من فترة اكيد شافوا طرق اه وتابعوها طبعا وجربوها وعجبتهم تعالوا مع بعض نستمتع بالشغل حلو ده ليس تكوزة والجنباري ولا ولا والسنجاري هنحط ايه بقى النار بتاعتنا مع ايه الجنباري المقلي مقرمش طبعا عايزين تسألونا على الطريقة هقول فيه طرق نزلت وفيه طرق جديدة لسه هتنزل ان شاء الله بإذن الله دعوتكم لنا كده بالتوفيق يلا حطوا لايك وشوف المشهد لما يكتمل كده وشوف المقلي في الآخر هيعجبك عامل ازاي بص 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 تعال الله بص اه هنا بقى المقلي واحنا طبعا ملوك الايه ملوك السمك بص كده طبعا المقلي ده كزا طريقة قدمنا منها وان شاء الله هنقدم ليها كتير انتظرونا حبيبكم في الله الشيف رضا شعبان فودا اشوفكم في فيديوهات قادمة دمتم في امان الله وسلام الله عليكم ورحماته وبركاته اشتركوا في القناة